استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير سعادة اللواء ماجد جهانجير مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق جاء ذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني حيث أكد سمو رئيس الحرس الوطني على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما أثمر عنها من زيادة مستويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين ما ينعكس على رفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين من جانبه عبر مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عبر عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني تأكيدا على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين